كومتيا A+, هاي السيرتفكيت جدا جدا مهمة لأي شخص يبدأ في مجال الـ IT بغض النظر إذا كان هو مبرمج, IoT, يريد يصير نيتورك بغض النظر هذا يتكلم عن شي شامل, عن شي عام عن أجزاء الحاسوب والموبايل والهاردوير بشكل أخاص النيتورك كل هاي الأجزاء يتكلم عنها فحقيقة قبل أن أدخل على أي جزء من الأجزاء الـ IT لازم يكون عندي أساسيات على أساس هذه الأساسيات أقدر أتعلم يعني مثلاً أنا بالنسبة لي قبل أسبوع من شرحنا لكم عن الهاردوير تذكروا من شنو نجي نتعلم شنو هو الرام والسي بيو وإلى آخر من أجزاء لأن ليش بالأول والأخير عادي سواء كنت مبرمج أو موضوع IoT أو موضوع نيتورك فكلتنا جاي نتعامل مع الهاردوير مع الكمبيوتر أو مع الراوتر أو مع النيتورك فأكيد هاي الأجزاء لازم يكون عندنا معلومات عنها لازم نفهمها يعني مش بس أنه أنا لسبب بسيط أنه A Plus مطلوب بالأسواق الأوروبية والأمريكية وفي كثير من الشركات تشترط أنه يكون عندك شهادة A Plus يلا تتعين فأكيد أنا هذا أعتبر شيء أساسي ومدخل أساسي لكل شخص يحب يتعلم عن الـ A Plus ويحب يدخل في موضوع الـ Information Technology والـ IT مثل ما ذكرنا أحنا أول موضوعنا رح يكون هو عن الـ Laptop Hardware واللي رح ناخذ فكرة عن الـ Laptop Keyboard على سبيل المثال طبعا في عندك أنت أنواع من الـ Keyboards بس خلونا نتفق على نقطة معينة أنه الـ Keyboard للـ Laptop رح يختلف عن الـ Keyboard الاعتيادي اللي موجودة في الـ Desktop يعني الـ PC الاعتيادي لأن الـ Keyboard بالـ Laptop رح يكون مختزل أكثر بمعنى أنه رح يحاولون يعملون توازن بين حجم الـ Keyboard وبين الأشياء اللي موجودة في الـ Keyboard الاعتيادي اللي تابع على الـ PC القصد أنه في الـ PC إحنا رح نلاحظ أنه الـ Keyboardات متبعدة وتكون عندنا أشياء أخرى يعني على سبيل المثال عندنا الـ Numbers لاحظ هنا بهذا الـ Keyboard اللي يظهر الـ Numbers موجودة فقط في الأعلى فيه Keyboardات الـ Desktop الاعتيادي رح نلاحظ أنه فيه جزء هنا أيضاً فيها Num Lock و 1-2-3-4 الأرقام أيضاً موجودة هنا بل نلقي أيضاً أشياء إضافية موجودة في الـ Keyboardات الـ Desktop لكن في الـ Laptop يحاولون قدر الإمكان أنه يختزلوها ليش؟ حتى يكون الحجم Malta أصغر إضافة إلى ذلك يكون شمولية لكن خلي في بالك نقطة جداً جداً مهمة أنه حتى هذه الـ Keyboardات رح نلاحظ أنه فيه عندنا على سبيل المثال إذا إجينا لهذا الـ Keyboard وقلنا له Open Image New Window حتى يشوف الـ Keyboard بشكل أدق لاحظ هنا الـ Keyboard موجودة رح نلاحظ أنه فيه فيشارات أيضاً تنظف لهذا الـ Keyboard اللي هي الـ F1, F2, F3, F4 هذه الأشياء حتى نلقاها موجودة بالـ Keyboard الاعتيادي بس لاحظ حجم الأزرار أصغر ليش؟ حتى يكون مناسب لحجم الـ Laptop لأننا نقول لابتوب معناته جاي نحاول أنه نضعها من ضمن حيز الحاسبات المحمولة فإذا كل ما كانت الأجزاء أصغر كل ما كانت الحمل أو صغر اللابتوب أقل فعدنا أيضاً هنا نلاحظ تعويض خلي نقول لبقية الأجزاء في الـ Computer أو Keyboard بشكل أخص نلاحظ أنه يضيفون فيه شيء اسمه FUN اللي هو FUN الفكرة من عنده شنو هو أنه الأشياء أو الأزرار يمكن بهذا الكيبورد ما موضحه لنا بس نقدر أنه نشوف لنا كيبورد آخر يوضح لنا الفنكشن اللي ويكون double آآ فر أكزامل هذا هذا جداً واضح Right click and open a new tab لو نلاحظ هذا الكيبورد لاحظوا هنا ألاحظ أنه أنا عندي الـ F1 الـ F2 الـ F3 الـ F4 الـ F5 الـ F6 وإلى آخره إضافة إلى ذلك ألاحظ أنه هذا البوتون الزر اللي موجود بهذا الكيبورد يختلف عن مثلاً الـ Q والـ A والـ Z بأنه الـ Q موجود فقط حرف واحد بها أو رمز واحد موجود بها اللي ويرمز للحرف نفسه بس لكن ألاحظ هنا مثلاً عندي أقدر أعمل ميوت للصوت وأضغط على F1 أقدر أنطي الصوت بشكل بمستوى معين وأيضاً عندي F2 وعندي أقدر أعلي الصوت زين وأيضاً عندي F3 أقدر أستخدمها بس هذا الشو رح يشتغل عن طريق الفن فمن أضغط على الفن Fn أقدر أستخدم الأعلى تلاحظ؟ يعني الكيبورد الاعتيادي باللابتوب فهو رح يشتغل F1, F2, F3 يعني من أضغط عليه هو F1, F2, F3, F4 بس لكن من أضغط على هذا الفن فهذا رح يلغي الأوامر هذه اللي هو F1, F2, F3 ويفعلي منه الأوامر اللي موجودة في الأعلى مثلاً إيقاف الصوت أو زيادة الصوت بلاي، تشغيل، بوز وحتى مثلاً إذا أريد الشاشة مثلاً ديس بلاي مالتي أعطيها لشاشة التلفزيون أو الإكسترنال سكرين أو الشاشة الخارجية على سبيل المثال إذا أعني ضعيفها وهنا نلاحظ مثلاً إضاءة الكيبورد على سبيل المثال فإذا اللابتوب كيبورد هو كأي كيبورد اعتيادي بالنسبة للPC لكن الفرق بيناتهم أنه اختزلوا بيها كثير من أمور يعني على سبيل المثال مثل ما قلنا أنه هنا احنا بالكمبيوترات الPC راح نلاحظ أنه موجودة عندنا الـ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 والنملوك وإلى آخره لاحظوا أنه أنت عندك منه 1 إلى 0 اللي نحن نعرف ماكو 10 من 1 إلى 9 وبعدين يجي 0 فقالوا بما أنه هذا موجود فهذا الشيء اللي موجود هنا هي الزيادة ما حاجة أنه نضيفه ولو أنتم تلاحظون فيه لابتوبات موجودة خصوصاً اللابتوبات اللي تكون أعلى من 17 إنج فيضيفوها في ناس تضيفها أو في شركات عفوا نضيفها وفي شركات لا تكبر حجم البوتونز حتى تكون شنو ملائمة لحجم الكمبيوتر إذا كان السيكرين مالتا مثلاً خلينا نقول اللابتوب 17 إنج فما فوق مثلاً 21 إنج على سبيل المثال فإذن اللابتوب أيضاً الكيبورد مالتا الفنكشنات أو الأدوات أو الأوامر اللي لحظوها ضرورية إنه تكون موجودة وأيضاً ما تلائم مكانها يعني مكانها ما يقدر من يضيفوه هنا أنا إنهم يريدون اليوزر من يضغط على الإي والآر والدابليو يكون مرتاح بالضغط نفس الوقت أكو فيه أوامر يحتاجون إضافتها فعوضوها بالفن فالفن إجري ليش حتى يقدر يضيف أوامر أخرى يعني لاحظ إنه هذا البوتون كل بوتون من هذا البوتون يعتبر كأنما اثنين أزرار مدموجين بزر واحد فهذا الشي رائعي يعني هنا أنا مثلاً هم هوم وإذا دفست الأفن أخلي نقول بدون الأفن رح يشغلي الواي فاي مع الأفن مثلاً يشغلي الهوم أو يأخذني للهوم إذا كان كنت فيه فاتح لي براوزر أو في شي معين على سبيل مثال حسنًا الشي الآخر اللي راح نلاحظة إنه عدنا الهارد يعني إضافة لللابتوب كيبورد راح نلاحظ إنه إحنا عدنا الستوريج في اللابتوب أيضاً قد يكون مختلف حسنًا عندك الـ SSD هذا الشي إحنا أنطينا فكرة عنا بدرس الهاردوير وقلنا أنه الـ HDD أبطأ من الـ SSD والـ SSD إنه يمتلك سرعة تقريباً 3 إلى 4 مرات أسرع من الـ HDD فرح تلاحظون في عندك هارد يكون كبير حجمة موجود ضمن اللابتوب مالتك يعني من أجي أشوف داخل الحاسيبة على سبيل المثال ألاحظ إحنا لاحظوا معي إحنا شون أميزة؟ الآن أنا عندي هذه الصورة إذا جيت أراضتها تمام؟ فألاحظ إنه إحنا أنا عندي شيء يبرز السواقة السواقة اللي موجودة في داخل هذا الجزء هذا هو الـ HDD الـ HDD طبعاً اللي هما يسمونه بالـ 3.5 إنش هارد درايف واللي هو موجودة في اللابتوبات القديمة قديمة وقد تلقاها موجودة أيضاً في اللابتوبات الحديثة على فكرة يعني راح تلاحظ أيضاً في الشركات بلشت تصنع نوعين يعني يكون عندك الـ SSD والـ HDD موجودين مع بعض في نفس اللابتوب لسبب بسيط إنه يقولك مثلاً أنت هذا اللابتوب يحتوي على الـ SSD الـ HDD أرخص فرح تلقا أنه في حاسبات تكون فقط موجودة فيها الـ SSD وفي حاسبات تلقا موجودة فيها فقط الـ HDD وفي حاسبات هايبرد اللي هي راح تكون فيها الـ SSD والـ HDD لسبب بسيط يقولك إنه أنت لما تضيف الـ SSD هو غالي فأني قدر أضيف حجم أقل مثلاً 128 جيجا أنا أضيف بهذا اللابتوب والباقي من الـ Storage أجعلها كسواقة زين؟ HDD وأنطيلها حجم أكبر مثلاً 1 تيرا لأن 1 تيرا للـ HDD أرخص بكثير من 1 تيرا للـ SSD ليش يسوون هذا النوع من الاندماج؟ السبب بسيط إنه الـ SSD سريع جداً ونفس الوقت يقدرون يحملون بها النظام لذلك ممكن تلقون بالسوق يقولك إنه هذا اللابتوب يحتوي على الـ SSD 128 جيجا رام مثلاً ومنزل عليها الـ Operating System وعندك أيضاً معاها الـ HDD هذا الشي يعملون الشركات ليش؟ حتى يكون النظام الإقلاع مالته أسرع بكثير لما يكون النظام واحدة موجود على الـ HDD بس بصورة عامة مثل ما قلنا عندك 3 أجزاء ممكن تلقى HDD، ممكن تلقى SSD، ممكن تلقى الـ SSD والـ HDD مع بعض في النفس الحاسبة طبعاً في عندك أيضاً الـ SSD إذا SSD، خليني اكتبه هنا هذا أيضاً نوع آخر من الـ HDD تمام؟ اللي هو الـ SSD اللي هو Solid State Hybrid Drive أوكي، هذا أيضاً تقدر تعتبره مثل الـ Flash Memory والـ Hard Drive Storage هذا يعمل لك SSD catch طبعاً بالـ Hard Drive ويكون سريع جداً جداً، ففي عندك نوعين، لاحظ هنا عندك الـ SSD وفي عندك نوع آخر اللي هو الـ SSD اللي احنا تكلمنا عنهم هذا راح يكون المتوسط بين الـ HDD والـ SSD يعني خلي نقول كأنما الخليط بيناتهم اللي تكلمنا قبل شوية عنا حلو؟ طبعاً أكو في أنواع أخرى ممكن أيضاً تشوفها بس لكن كجنرال بشكل عام راح تلقى هل ثلاث أنواع موجودة ومثل ما قلنا هو النوع الأكثر شيوعاً ممكن تلقوا بالحاسبات هو الـ HDD اللي هو الترابيشنال اللي موجود بها السواقة اللي هم يسمونها بالماغنيتك ديسك المماغنط طبعاً تبديلها جداً جداً سهل يعني إحنا إذا جينا على الـ HD نفسه نلاحظ أنه آلية تبديل الـ HDD في داخل خلي نقول الـ Storage في داخل اللابتوب سهل جداً وكثير من الشركات الـ HDD ممكن تغيرها هي عبارة عن براغي موجودة هنا لاحظ هنا برغي هنا برغي ممكن أنه أنت تفك هذه البراغي وتقدر تبدلها يعني هذه سكة سكة يعني ممكن تسحبها للجانب هذه السكة تسحبها لليمين بإيدك فتنشلع يعني وممكن تبدلها يعني إذا كان هذا مثلاً 1 تيرا أنت تريد تعملها 2 تيرا 4 تيرا عادي ممكن تفك هذه البراغي اللي على الجوانب وتقدر تشلع الـ Hard وتبدلها بـ Hard آخر يعني هنا أيضاً عدنا صورة أخرى ممكن أنه نفتحها بـ Tab جديد زين لاحظ هنا هذه الصورة أوضح لو كبرناها نلاحظ أنه أيضاً هنا عدنا مجموعة براغي طبعاً هاي من داخل اللابتوب مجموعة براغي ممكن أنه نفتحها ونقدر أنه إحنا لاحظ هنا عندك تقدر تسحبها زين يكون عندها سكة معينة هذا بالنسبة لللابتوب بالـ MSI